ترجمة نانسي قنقر إضافة إلى آخر المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويرافق جلالة العهد المفدى وفد مكون من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة للأعمال الخيرية وشؤون الشباب معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي معالي الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله آل خليفة معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة معالي الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشاري صاحب الجلالة لشؤون الإعلام سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزى وزير الطاقة سعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدة سعادة الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن السعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية اللواء ركن طيار محمد بن بحسين المسلم قائد قاعدة الصخير الجوية رافقت جلالة الملك المفدة السلامة في الحل والترحل مجال النظرة الاستراتيجية لا يحدها حدود ولا أطر ولا أبعاد نظرة ملكية تعين واجع سياسة التحالفات المستمرة مع بلدان يلعب ثقل وزنها دورا هاما في استقرار موازين السياسة الدولية وترجيح كفة استقرار مؤشرات الاقتصاد العالمي فضلا عن تكوينها الزاخر بمورثات دينية واجتماعية وثقافية تستقطب اهتمام القاصية والداني ولها من التأثير ما يكفي على عقلية الباحث عن مدخرات تاريخية عظيمة تطرز أولى صفحات كتاب الحضارات الباقية بقاء الدار قبل ثمان سنوات وتحديدا في العام الفين وثمانية سجلت الزيارة التاريخية الأولى لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى روسيا نفسها على طريق البدايات الممهدة لازدهار العلاقات الثنائية بين المنامة وموسكو حيث كان من الضروري تقريب المسافات الممتدة من جنوب الغرب الأسوي لتصل إلى قارة أوراسيا التي تعد جسرا يربط القارة الأسوية بالقارة العجوز وفي ذلك شدة ذكاء وحكمة تسكن عقلية عاهل البلاد المفدة في التوجه نحو تدعيم ركائز نجاح الزيارة الأولى في تحقيق التوازن الإقليمي بزيارة ثانية بسعت من امتداد الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي لتتبعها بعد سنتين هذه الزيارة الثالثة التي تأتي في الوقت الذي يلفت إلى التحرك الروسي الجد والملحوظ على الأسعادة السياسية والدبلوماسية والعسكرية خصوصا فيما يتعلق بالملف السوري فضلا عن دوره المؤثر في الملف الأهم والمتمثل بالتدخلات الإيرانية الصارخة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يندرج تحت مظلة المبادرات التي تبنتها جمهورية روسيا الاتحادية حول الأمن في الخليج عطفا على ذلك التوجه نحو مناقشة أبرز التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في الشرق الأوسط كموضوع اليمن والعراق والامتداد المستمر وحجم الدمار الذي ينزله تنظيم داعش على أماكن تواجده وإذا ما نظرنا إلى الهدف المقصود الساكن وراء زيارة موسكو من زاوية أخرى نجد أن سعي القيادة الحكيمة يبدو حثيثا لإقامة تعاون اقتصاديا روسيا بحرينيا استراتيجي يقوم على أساس التنوع في التبادلات التجارية والاستفادة من مختلف أهم الصادرات الروسية كالغاز الطبيعي إلى جانب تفعيل الشراكة الحقيقية والتوغل أكثر في عالم التقنيات المتقدمة التي طالت مجال الاستكشاف عن حقول النفط والغاز المسال إضافة إلى زيادة رقعة الاستثمارات الروسية في البحرين والعكس أيضا يمكن إدراجه على نوعية الاستثمارات والاتفاقيات التجارية التي ترغب البحرين التوقيع عليها مع الجانب الروسي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات محمد رشيدات محمد رشيدات